اليوم في مايني كرافت جبتلكم خبرين جدا اسطوريين طبعا الخبر الاول انه جميع البنايات تحولت الى امرالد اما الخبر الثاني يا اخوان انه هاي الغرفة ببلاش يعني نقدر ندخل لنا ببلاش شوفوا فور فري شباب باي ببلاش مجانية يا اخوان ولكن الصدمة شباب انه اول ما دخلنا الى هاي الغرفة موجود هنا درج اوكي والمصيبة انه بهذا الدرج نص امرالدي ونص ذهبي ولكن بفوق يا اخوان موجود صندوق ماذا يوجده داخل هذا الصندوق ما نعرف شنو رح نلاقي بيه ما نعرف فيالله بدون اي نقاش وبدون اي طضية وقت ونقول بسم الله وعلى بركة الله ونروح على طول ونصعد فوق هذا الدرج الى نص امرالدي ونص ذهبي ونكتشف ماذا يوجده بداخلي ونشوف التصميم امان اهو ها لس قو اخوان اليوم عندنا باركور والله تحدي سطوري والله نايس اخوان نايس 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 وشوفوا الشي الحلو انه اعتقد به نهاية كل باركور موجود عندنا صندوق اخوان وهذا البركور رقم 10 اعطاний اكتر من صندوق بي بصندوقين وربي نايس والله العظيم اخوان نايس نايس ما توقعت انه رح يجيوم ورح اه تحديم باركور يعني عشر غرف في كل باركورات وكل باركرم اضجب ب станدوك وهذا أول صندوق اليوم هنا هاذي اخوان شوف هذا البركر رقم عشرة والله الضربية جداً أسطوري هذا رقم تسعة اوه مايقود شوف هذا البركر ملاقي الغرفة يا أخوان فضاء هنانا حرفياً فضاء هنانا اللي يطيح هنانا يتورط خلاص لا رح ينحرق ولا يصير لأي شي يعني فقط رح يروح بالهاوية رسمياً في الله نقول بسم الله وستاك آيرن لعيونكم يا أخوان لقينا استاك آيرن والله نايس يعني كبداية حلوة يعني تخيل هذا مو بركر مجرد ما صعدنا فوق والله جداً سألة أخوان يعني بجرد مصعدنا لفوق لقينا استاك آيرن شينو هات والله إيزي إيزي طيب الحين لازم ندفع ولازم ندخل إلى الغرف طيها بيش هاي 18 استاك بلقات دايمود يا عفو الله الرحيم شنو الغلق ملمعيها الله يستر 63 حبة دايمود آي نوعاً ما غالي 64 ذب آي شوي أرخص من القبل طيب مئة بالمئة موجود واحد بستاك آيرن هذي لا استاك كوبر 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 أوكي كوبر حلو طيب هنا استاك النظر رايت وهنان استاك آيرن يخوان آذا هو آذا هي الغرفة المطلوبة يخوان الغرفة رقم واحدة يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله كيش يكبير شنو بلقات سلايم يخوان ولش ماكو أي شي تحت يخوان دقيق خلي نكسر فويد يخوان فويد هنان اللي طيح يتورط والله مادري يخوان أوكي اكو صندوق موجود هنان الحسن حظنا موجود صندوق هاي شنو عندين الرسالة هنان يخوان شنو مكتوب بيها آآ فاضي ألو شنو سلفتها الرسالة يخوان والله العظيم مادري شنو قصتها اسحب على الرسالة ونحاول بأي طريقة أنه إحنا نكمل ونخلص هذا الباركر الإميرالدي الضار بيه جدا سهل يخوان فلواحد يعني تعرفون يعني أرخص باركر يعني أسهل باركر هو فمن أول محاولة يا أخوان الأعزاء رح نقدر نخلصه وبدون أي نقاش وبدون أي كلام مستعوب لا شباب طحنة دقيقة أخوان ثواني أذو صيعنا وقتنا بالغالبة لاش يعني من البداية أنا متوقعت متوقعت أنه أنا أقدر أفتحة مننا والله قلت لازم عيدة من البداية الحمد لله و شكرا أخوان قدرنا أنحصل استاكل كوبر واعتقد استاكل كوبر إذا ما خبضاني هو السعر اللي رح نقدر ندفعه إلى غرفة رقم 2 حتى نقدر ندخل هذا والله وأعلم ثواني خلنتأكد يب 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 ستاك كوبر ستاك كوبر افتح الباب بالمور افتح الصدوك استكذب افتح اوف تبدأ الخطورة تكثر키k او قدر ان تذرد الله الله علي تشايف منت الله علي تشايف منت و tena حسنا افتح الصندوق و نقول بسم الله او لي يا عفوالله استاك اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة دمانية تسعة اشرة داشت نماش تلاطاش تلاطاش ستتاش سباطاش ستامة تشايف ستامة تاشت سمام تاعشر استاكوب قاد دايما يا عفوالله الرحيم لاك هاي يجينو هاي صحيح كافي نار كافي كافي لك هواي شنو هاي كافي والله انحراقنا حارقة اخوان تخيلوا لو تشنا بدون دروع شوفوا قلوبنا اشتون جاي تنقص اوكي اوكي خلاص عمد الله ما نكسط اهواي هذا كله بفضل الدروع مالتني طيب غرف رقم اربع بيش 18 استاك بلوكات دايموند لا اخوان حرموط رح ننحرم جميع الدايموند مالتني لا شباب 18 حب الدايموند خسرنان حرموط اخوان لا 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 يلا ماكو مشكلة على موت غرفة رقم اربع يارا بيطلع بيش يسوي هاي الكراها ياخوان هاي اللي يطيح شباب لا راح يفيد دروح لا راح يفيد قولدن قبل مطورك كلشي ما راح تفيد اذا تغلط تموت واغراضنا كلها راح تروح اخوان او ماي جاد الله يستر الله يستر يا اخوان الاعزاء ادعونا بالتعليقات وكتبونا بالتعليقات الله يحمينا و الله يستر من هذا البوركر لأن حرفيا شباب الصعوبة هنا قوية كلش يعني والله لو كان موجودة لافا كانت أرحم أو أفضل أو أسهل يعني حتى إذا نطيح باللافا ما نموت عندنا دروع نظريتية و عندنا جولدن أب المطورة أما هسا إذا طيحنا هذا هو هذا هو إخوان خلاص هذا هو بعد شو نسوي يعني لا نقدر نسترجع أغراضنا لا نقدر نهي لا كل شي ما نقدر نسوي اللي يطيح بالفايد هذا هو يعني ماكو ولا واحد يقدر يعيش وين يطيح بالفايد اللهم محاول طور اللعبة حتى إذا محاول طور اللعبة راح تتطورة ولكن خلاص خلاص شباب خلاص خلاص خلصنا ولكن عندنا الحين الرجع يعني قبل شوية نقدر ننزل بالديرت هنا لازم نقفز على هاي على طول و مادري إذا راح نقدر نوصل أو لا يا أخوان في الله ما موضوعنا شباب خلي نجرب مثل صندوق بعد ثلاثين واحد بسم الله أوكي استاك نظر رايد حلويا طيب نوصل أو ما نوصل أخوان اكت اوه ماي قاد اووو والله قتلكم يا شباب خسرنا كل راكر envorebellنا كل الحباشكالات مالتني وكلها من ورا غبائي كلا من ورا غبائي شباب قاريش وا мен giro t det nadie لو راجع ومحترم حالي من البداية لسويت كده يا اخوان لا تسألوني يا الشباب ولكن اني حرفيا جالي الفضول وقلت لازم اجرب هذا الشي يعني بس ما ضبطت مش نسوي يا اخوان ما بيدنا شي الحمد الله وشكر عليك الحال قس تشوفوا رح تظلم الدنيا ورح نتورط يا اخوان ها اتورطنا ها يا شباب والله العظيم حرام حرام حرامي يا اخوان كلب سببكم يا اخوان قلت لكم كتبونا بالتعليقات قلت لكم كتبونا بالتعليقات طيب ارجع كتبونا مرة ثانية كتبونا تعليقات حلوة يا اخوان حتى ااني اتحمس ويعني شوانا اقلكم تسجعوني لازم تسجعوني بالتعليقات حتى ااني اخلص جميع الباركورات بطريقة جدا ايزي وسهلة واسطورية تمام فانحاول شباب انحاول والله المرة حستة اسهل حرفيا اخوان اسهل بهواي يلا خلينا اخذلنا ستاك النذر رايت والحين نرجع والله قلت لكم شباباني قلت لكم يعني ما ريد مخاطرة وهم زيان ما خطرت بستاك النذر رايت يعني تخيلوا لو خاطرنا بستاك النذر رايت شن خسرناها رسميا شوي بها ايضاي كنت راح اطيح تخيلوا اذا طيح اسيها والله العظيم ورطها هاي نطهرت الامانة فلازم ننتبه اوك الحين ناخذ شوي ريسك هسا نقدر ناخذ شوي ريسك شباب لان هسا نزولا يعني مو مثل الصعود يعني الصعود عادة ما يكون اصعب بهواي اوه اي بعيدة يا اخوان اوه اي بعيدة ولكن سوناها ستزالباب يلعن خير ايش قد صعب يلعن خير ايش قد صعب يا اخوان اوه ماي قاد دقيقة 18 استاك بلوكات دايموند والله العظيم جدا غالي وفي نفس الوقت مخيف وقتلنا هذا اللي دخلناها لقبل شوي هاذا هاي المتابعين اخوان هذا انتو تشوفونا هذا رسميا الشكل ما لاتكم انتم اللي كل واحد هسا حط لايك هذا هو الشكل ما لتا قمر قمر شباب اي واحد حط لايك هسا قمر حرفيا اوك حتى اللي ما حط لايك قمر كلكم قمر اخوان اوكي وكه خلاص الروح الى بنارقم 6 استاك نذهل رايد ابشر من عيوني حبيب قلبي يلا تفضل هذى استاك اللي من نذهل رايد اتبع اوه اوكي اخوان شوفو عندنا النص الاول اللي هو النص المائي والنص البركر الثاني اللي هو نص اللاوا طيب شنختار مامي مامي حط ميزا بادي ولا ميل 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 شuroح نختار ماء او لاوا ماي اوكي نبدي بسال نبدي بسال اخوان لا لا يا شباب لا نتأثر عايشينو يا بولمور شوئي ذكاء ارجوك شوئي ذكاء والله العظيم شباب صرت غبياني اليوم مادري شينه صالفتي اسحب علي غرفة رقم 6 على طول يا اخوانا العزة ننروح الي غرفة رقم 7 اعتقد هذا هو حبيتين التوتم ياب 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 حبيتين التوتم توتم الاول بهذا المكان افتحي كبير اوكي عندنا مكان متروس لافا والبداي شكل منها من نانة طيب طيب هاذة بلقات كورتز مستخدم ولكن ما دري شباب ما تحسون انه اللافة موجود بها تايار ما دري اشلون يعني ما تحسوا ويلي ويلي اخوان والله قلت رح اطيع شباب هاني اكرهن اكرهن البلوكات من تكون قريبة على بعضهن تكون جدا اتخوف وتورط شباب هاي المكانة خطأ خطأ رسميا مكانة خطأ هاي هذي السلايم مكانة خطأ يعني تخيل واحد يذا ينحشر هنا هذي 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 تورط اطورط رسميا اخوان يعني بعد هذا ويعني ما لايك كلش ما رح يقدر يساوي رح ينحصر رح ينحبس هناك افتعي كبير اوكي ثلاثة ستين حبت دايموت اه مادري شنو عندن هنا هذي تكملة باركر لو شنو يا اخوان مادري هذي تكملة مع الباركر لو شنو السالفي والله ما ادري يا اخوان ما ادري اه البداية اه دقيقة ايش كاتب هنا لا لا اريد اعرف اخوان اريد اعرف شنو كاتب مكتبه كتابه وربه الكعبة ثاني شنو فممس والله العادي ما مفهومه شباب خلي اروح بدنص وشوف نقرأ ملوك ملوك تتوقعون ملوك شباب شنو الكتابه كتبونا بالتعليقات ملوك والله شباب ما مفهومه للامانة هاي الكتابة فاللي فهمه خلي كتبنا بالتعليقات هاي الكتابة بكل اختصار اوكي فخلي نطلع من هذا المكان شباب مما نخنا خلصنا وخلاص قدرنا ناخد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 كل اللي إكران موجودات يخوان كل شيء أكرها أوكي على طور عرول هناك شباب على طور عرون هناك القزازة مسكينة صعبت عليها يخوان وربي وربي صعبت عليها حتى ما يرح صعب عليها شيفون رحصو كل كده أوكي أوكي فهي شوي صعبة أوكي والله إيزي 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 لا لا شباب لا 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 مستحيل مستحيل لا لا شباب والله العظيم ورطاي شيرجعني للرقم عشر الحين يا عفو الله الرحيم خلاص نكمل شباب هاي المرح سووا كده ايه هذا هو هذا هو ياخوان هذا هو اوكي اوكي تركيز 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 لا تحبت فنسات عالسريح سويناه بدون اي نقع اي الله شباب ناوي خلاص خلاص شباب الثالثة ثابتة الثالثة ثابتة الثالثة ثابتة يا عفو الله ايه يا اخي مشكلتها هاي جدا بعيدة اوكي سويناها اوكي ابو الفنس مرة ثانية ابو الفنس مرة ثانية نسحب عليها لا ما يصير نسحب عليها ابو القزاز نقدر نسحب عليها اخوان ابو القزاز يا عفو الله الرحيم لاك هاي شينو هاي لاك هاي شينو هاي الكمية جبارة مالا دايمود والموارد اوه مايقاد رجعنا دروعنا النذر الريتي الحمد لله اللي خسرناهن واللي طحنا من خلالهن نايس اخوان نايس باقي صندوق ثاني 100% لا مشكلتة جدا بعيدة هاي اخوان مادري شو رح سويها يمين بالله اوكي سويته كلن بعيدات هاي مشكلتنا هذو لازم هين اشو تركيز اوكي تركيز سوينا هين اوكي فبسم الله اوكي والله يا عيال حركة هاي تباو على الجود جدا ممتازة فخلتنا انو احنا نقدر نخلص هذا طريقة جدا سهلة اوكي فخلاص يا اخواننا العزاء اليوم رح نفتح نهذا الصندوق الاخر وشو شنو داخلي فلهنا نوصلنا الى نهاية الفيديو معلكم شاو رح نفتح الصندوق ويا بعض فلا تنسون اللايك والاشتراك اومايقاد وتفعيل شرس الاشعارات وبس مع السلامة والي الصندوق اوان الاغراض اوان المورد لم تطوري قبط اخوان ها والمناسبة خوارزميات اليوتيوب جاية تقول انو هذول الفيديوان جدا اسطوريات فاروح وشاهدوهم